عشان ترتب انستغرامك بهذا الطريقة هذا الفيديو هو دليلك مرحبا معكم شهد دائما بتوصلني اسئلة كتير على ترتيب حسابي في الانستغرام فاليوم حبيت اسوي لكم فيديو بسيط وسريع وخفيف عن كيف تنظم حسابك في الانستغرام اذا محب تتبع هذا الشرح وتوفر وقتك حطت لكم الملف المفتوح في حسابي على باتريون تقدر تشترك وتحمل الملف وتبدأ رحلتك في احتراف في الانستغرام اللي مهمة حد ويلا نبدأ في البداية رح نفتح مساهة عمل بهذه الابعاد وهي 3,240 عرض ويلا نبدأ الارتفاع 9,720 ويلا نبدأ طبعا بتكون عمودي هنا لازم تكون متأكدين انكم حاطين بيكسل الريزوليوشن 72 وكلر مود رجيبي وبعدا نضغط على كلمة create create طيب الان هنبدأ نقسم المساحة هذي عشان نعمل البوستات فيها هنروح لأداة slice tool اللي بنلاقيا هنا هنضغط كليك يمين ونختار edit slice options الآن هنسمل slice مثلا واحد نجي لي هنا width نكتب 1080 والهي 1080 طبعا ليش هذا الرقم لانه بوستات الانستغرام هذي هي الابعاد حقتها 1080 1080 1080 تمام نضغط اوكي صار عندنا هنا اول slice الانش هنسوي هنضغط نروح عند اداة slice select tool ونضغط alt في لوحة وفي الكيبورد ونسحب الشكل لما نسحب الشكل زي ما انتشايفين صار عندنا بيتحرك معانا الشكل الان نضغط shift فلما نضغط shift فزي ما انتشافين يبدأين نجذب للحواف حقت الارت بورد اوكي فهذا اللي هنسوي نضغط alt ونسحب بعدين نضغط shift وننفلت اوكي نضغط alt مرة ثانية نسحب ونضغط shift طيب حاولوا دائما انه لما تنسخوا تنسخوا الشكل الاول نسختوا هنا تنسخوا هذا الشكل وتنقلوا هنا تمام لازم بداية ترتيب اوكي عشان ما يتلخبط عندكم بعدين الار حننسخ هذا الشكل انتبهوا لا تنسخوا هذا ولا هذا انسخوا هذا اوكي alt اسحبوا الشكل shift تعالوا هنا اذا ما انت حابين تضغطوا shift كل شوية نروح لي عند view snap to slice تمام نضغط license هنا فشوفوا الاحين هضغط alt واسحب هو بنفسه هيروح لل slice تمام زي ما انت شايفين هبدأ انسخ طبعا ها دي الارتبورد ده اللي انا عملته عساس انه يكون 27 post طبعا انت ستقدروا تعمل مثلا بس 9 postات مو شرط تعمل 27 اوكي لو ايت مثلا عملت هذا العدد من البوستات اكتفيت خاصة ما تبتسوي اللي تحت تروح لي crop tool وتقص الجزء اوه لا مو كده تقص الجزء اللي انت تبغى اللي انت ما تبغى يعني خلاص زي كده ضغط enter ونسحة العمل صارت بس على قد البوستات اللي انت تبغى لكن مثلا في ناس حابين انهم لا يعملوا 27 post دفعة واحدة اوه يعني هذا الطريقة لهم سوف اكمل الناد الحين نقعد اضغط alt علق على alt واسحب الشكل تمام زي كده فحين زي ما نشايفين في الحدود الزرقي هادي والارقام ايقونات هذي كلها يعني مزعجة وقت التصميم فنحن نفتك منها ايش هنسوي عندك الرولر هادي المسطر اللي هنا لو ما هي موجودة اضغط ctrl R حتطلع لك اوكي نروح لعدات الموف تول هذي هتبدأ تنزل تسحب القايد طبعا زي ما قلت لكم اول انا جيت عند snap to slices فحيكون سهل علي انه القايد يمسك على طول في طرف السلايد وفي طرف السلايس عفوا وبالتأكيد هيجي فوقه بالضبط تمام فهذا اللي نبغى بما تشايفين بما تشايفين فتست لحين هناخد كمان الخطوط العاملية بهذا الشكل اوكي طيب الان كيف نخفي السلايس هذي او الازرق دا هنروح عند view show slices نضغط على slices وثاني يوريكم show كلمة slices شي للصح من عندها خلاص خلاص حيبقى بس القايد طبعا القايدات عادية ممكن تضغط ctrl H تختفي ctrl H تطلع لكن هي مهمة عشان تعرف فين بداية ونهاية كل post يعني لما تضغط كده ctrl H ما هتعرف فين بداية سلايس ونهايته هيكون صعب عليك لكن مع القايد هيكون واضح وسهل التصميم طب الان ش هتسوي هتبدأت تعمل الديزاين حقك باي شكل من الأشكال انت حابها مثلا نحاب انك تكتب كلام او اش تسوي اي حاجة تضيف بعض الوان او اي شي اللي انت تتابه وقعد يتطبق على كل البوستات يعني اوكي عندنا بنضيف circle او دائرة اوكي ؟ اوو تقدر تكتب الكلام انت بغى مثلا الكلام نصه بيطلع في هذا البوست ونصه بيطلع في هذا البوست عادي جدا عادي جدا زي ما تشايفين طب الان مثلا نحفظ الشغل هذا اللي احنا سويناه يفضلا نكتعمل السبع وشرين كله وتحفظها دفع واحدة طب نحفظ الشغل هذا دي حين كيف حنسوي هنروح لفايل اكسبورت سيف فورويب او انك تضغط في الكيبورد shift ctrl alt s نازم هتفتح لك هذي النافذة وزي ما تشايف هتطلع لك الشريحة مرة كبيرة فانت هتصغرها ctrl ناقص وتنزل او تضغط كذا مرة عشان تتصغر عندك طيب الان زي ما تشايفين هنا تحت عندنا اه في واحدة شريحة عليها حدود بنية تمام الشريحة هادي هي لو عملت سيف هي دي اللي هتتحفظ بس لا احنا نبقى نحفظ اكتر من واحدة فانت هتضغط shift بتحدد اللي تبقى تحفظهم اوكي تمام هذا فحال انك تبقى تحفظ شرائح معينة خلاص مو كل الشرائح تبقى تحفظ بس شرائح معينة تحددهم بعد ان تضغط طبعا تختار هنا نوع الـ preset تختار طبعا تختار مثلا PNG 24 الشفافية الشفافية مثلا تشيلها لانو ما هي شفافة اساسا الصور او ممكن لذا تبقى شي اخاف تختار GPEG مثلا اوكي فتضغط save تختار طبعا المكان اللي تحفظ فيه تختار هنا اسم الملف مثلا اختار رقم واحد او اسم الصور واحد هنا يقول لك في السلايسز يقول لك تبقى تحفظ كل السلايسز ولا تبقى تحفظ بس السلايسات اللي انت اخترتها يعني اما ان اختار الستة هادي احفظها او اني احفظ كل 27 فانا مثلا بحفظ بس الستة اوكي فحختار selected slices اوكي تضغط save طبعا هتطلع لك هنا تحذير فانت اضغط اوكي فهذا هو الملف الان حنيجي هنا حنلاقي الصور انحفظت لهذا الترتيب اوكي خلينا صغرها شوية طيب الصور لما تنحفظ هتنحفظ من الام من هنا هيكون اخر رقم في الترتيب يعني مثلا عندكم انا حافظة من واحد لغاية ستة هذه هيكون رقم ستة اوكي هذه خمسه هذه اربعة هذه تلاتة ذاتينها هذه واحد فهمتوا او انك مثلا تصغر الارت بورد تخليه بدل ما هو 27 بوست تخليه مثلا تسي بوستات او 12 بوست حتى اوكي فتاة ست هذا كان كل شيء اليوم ان شرح واضح اعجبكم لو حبينا اسوى فيديوهات زي كده اكتر على الفوتوشوب او اي برنامج او اي برنامج تاني اكتبوا لي في قناة التعليقات اسفل الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللاعك للفيديو وتفعيل زر التنبيهات شكرا لمشاهدة ومع السلامة